دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية التي لدينا أمام حضرتكم حفيظ دراجي وتغريدة أخرى كتب فيها ليشيد بالمقامة الفلسطينية وفصائل المقامة الفلسطينية وحجم الرعب الذي تسببه تلك الفصائل من المقامة الفلسطينية حفيظ أشاد بهذه الضربات التي وجهت للأراضي الفلسطينية المحتلة والتي جعلت الصحافة العالمية تتحدث عن نزوح من قبل المستوطنين المتواجدين في غلاف قطاع غزة لتل أبيب ولغيرها من المدن الفلسطينية المحتلة الأخرى حفيظ كتب ليقول تل أبيب ومطار بن جوريون وأزدود وبئر السبع وعسقلان وسدروت تحت قصف نيران المقامة الفلسطينية الباسلة ما دفع الإسرائيليين إلى الاختباء في الملاجئ تحت الأرض في وقت يعيش فيه أبناء الشعب الفلسطيني حياتهم العادية فوق أراضيهم رغم العدوان اللهم سدد رميهم تحت هشتاج غزة تحت هشتاج غزة تقاوم تحت هشتاج غزة تحت القصف إذن الكابتن حفيز يلقي ضوء بقوة على حجم الرعب الذي يعيش فيه المستوطنون والصهاينة جراء تلك الضربات حتى وإن كانت تلك الضربات التي وجهت من سرايا القدسة الزراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ليست بالقوية ولكنها تسبب حالة كبيرة من الهلع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة